أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن الهيئة أنجزت ترجمة جميع التشريعات البحرينية إلى اللغة الإنجليزية بدءا من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في العام 1948 وحتى العام الجاري إذ أصبح متاح الاطلاع عليها والبحث فيها للكافة عبر موقع هيئة التشريع والرأي القانوني وأشار رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن إتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية يساهم في إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتبعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتكون أحد الشواهد على ما أصبحت عليه المملكة من نموذج عالمي في التطور والنمو والاستهار في جميع المجالات والميادين وأكد المستشار نواف عبدالله حمزة أن سهولة ويسرى اطلاع العالم على التشريعات البحرينية يساهم في رفض مقاومات البيئة الجاذبة للاستثمار لمملكة البحرين ودعم جهود الارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة للقطاع التجاري والمالي مؤكدا حرص المملكة على إيجاد بيئة تنظيمية جذابة للاستثمارات ترجمة نانسي قنقر